العبادي ومن توكيو أعلن وجود فرص استثمارية كبيرة في جميع المحافظات العراقية وقال العبادي في كلمة له بمؤتمر الإعمار في توكيو إن العراق عمل على تنفيذ سلسلة إجراءات للنهوض بالقطاعات الاقتصادية ويتوقع من الدول الصديقة دعم الاستقرار وإعادة الإعمار فيه مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على الحد من الأسلحة خارج سيطرة الدولة